نجح فريق النادي القنيطري في تحقيق انتصار تمين بهدفين دون مقابل خارج قواعده بعد إسقاطه الالتحاد البيضاوي برسم أجل جول السابع والعشرون من البطول الاحترافية في قسمها الوطنية الثاني وارتقى الكاك للمركز التاسع في سلم الترتيب بعد أن وصل للنقطة الرابعة والثلاثون والتي جمع من تماني انتصارات عشرة عدولات إلى جانب تسعة زائم فيما الاتحاد البيضاوي يقبع في الرتبة الثلاثة عشر بواحد وثلاثون النقطة ومن جهة أخرى وعن نفس الجولة حقق متديل الترتيب شباب الريف الحسيمي فوزا تمين على ضيفه شباب بن جريد بهدف دون رد على أرضية ملعب ميمون العرسي وأنعشت نتيجة المقابلة آمال الفريق الريفي للبقاء في القسم الوطني الثاني وتفادي النزول للقسم الهوات إذ أضحى في رصده ستة وعشرون نقطة على بعد نقطتين فقط من الاتحاد القاسمي المحتل للمركز الرابع عشر وشباب بن جريد المحتل للمركز الخامس عشر قبل ثلاث جولات من النهاية يذكر أن شباب المحمدية لا زال متزعين من القائمة بسبعة واربعون نقطة فيما المغرب الفاسي تانيا بثلاثة واربعون نقطة متبوعا بأولمبيك تشيرا صاحب المركز الثالث باثنتين واربعون نقطة ترجمة نانسي قنقر